قد لا تعد الألوان رغيفاً لجائع أو تنصب خيمة لنازح أو تصنع عكازاً لطفل بترت الألغام أحد أطرافه لكنها قادرة على نقل الوجع في ملامحهم إلى العالم هذا ما آمنت به الرسامة التشكيلية هيفاء سبيع فاختارت من جدران مدينة صنعاء صفحات لكراستها لتفرغ عليها وجعاً إن عكس في داخلها من صور الحرب المروعة على جدران شوارع المدينة ترسم هيفاء لوحاتها التشكيلية الجدارية لملامح أنتجتها الحرب لتنقلها إلى عيون عالم حجبتها عن المشهد جدران رفعتها الحرب يوماً بعد آخر في هذه اللوحة التي اختارت لها هيفاء اسم طفل من عظام تحاول الشابة نقل الصورة عن مدى المجاعة في البلاد ويظهر فيها وجه أحد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد المرض الذي يعاني منه آلاف الأطفال في البلاد في ظل مجاعة تعد هي الأكبر في العالم حسب منظمات إنسانية دولية هذه الجدارية هي جزء من حملة هيفاء التي أطلقت عليها اسم ضحايا صامتون وهي الطبعة الثانية عشر من الحملة حيث رسمت مع عدد من الفتيات لوحات جدارية أخرى تسلط الضوء على مآسي اليمنيين أغلبها تتعلق بالأطفال في بلد صنفت أنها الأخطر في العالم على حياتهم اليوم هو النزول الثاني عشر الذي حملت ضحايا صامتون موضوع النزول هذا الإسبوع هو عن المجاعة الجدار يتيه بعنوان الطفل من عظام لأحد الأطفال المتضررين من المجاعة في حديدة والطفل مع والدته رأينا العديد من الصور المأساوية والفيديوهات التي تصور المجاعة في الحديدة وهي تعتبر الأشد في التاريخ حسب التقارير الصادرة من الأمم المتحدة لهيفاء العديد من الجداريات سبق وأن رسمتها هنا في هذا الشارع منها تتعلق بضحايا الألغام كهذه المرسومة إلى جوار جدارية جسد من عظام والعديد من الجداريات الأخرى إلى جانب هيفاء يسعى العديد من الفنانين التشكيليين في اليمن من خلال رسوماتهم إلى نقل الصورة المأساوية التي خلفتها الحرب في البلاد إلى عيون العالم فالعديد من الحملات شهدتها المدن اليمنية حيث امتلأت جدرانها بصور قد تتلاشى من ذاكرة الزمان لكنها ستظل في ذاكرة المكان إلى أجل غير مسمى